يا مرحب أهلاً 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 طبعاً يا دكتور مجيتنا كده بربطة المعلم ومن غير معاد عامللك قلق وموهوجات ده فيش أغواشة ولا حاجة حاجة قاسم بالعكس ده شيء يشرفني إنه عامد وأعيان ومشايخ مني القمح وضواحيها يشرفوني ببيتي أمه إحنا حنأثر عليك الطريق والحيرة وحنقول لك يا دكتور الجماعة لموا بعض وجوني شنشالمون عشان أتوسطلهم عندك في الطلب اللي هم جايين لك عشانه وأنا ابن عمك قبل ما أكون عمدة شنشالمون وأكيد هتعمل لي خاطر وإن شاء الله مش هترضيلي ولا ترضيليهم الطلب اللي كلنا جايين لك عشانه يا عوز بالله طبعاً طلباتك وطلبات الأهالي كلهم أنا تحت أمرهم بس إذا كان في إمكاني مصر يا دكتور كلتنا كده جايين لك من يا الجمح بربطة المعلم علشان نكلمك إنك ترشح نفسك لعضوية مجلس الشعب ياه إنتوا بتكلموني في موضوع خار الدائرة اهتماماتي نهائياً أنا موضوع الانتخابات ده مفكرتش فيه إطلاقاً وبعدين أنا أصلاً ما عنديش أي طموح سياسي ما تحاولش يا دكتور هتجيلنا كده هتروح كده مفيش فايدة إيه وطبعاً ما هو ما يصحش نلم بعضينا ونجيلك لحد بيتك وترفض لنا أي طلب مهما يكون وبعدين يا دكتور ده مش طلب الحزب الوحده لا ده طلب أهل الدائرة كلتهم الصغير جاب للكبير فيهم يا جماعة أنتوا عارفين أن طلباتكم وطلبات أهل الدائرة أوامر بالنسبالي بس الحقيقة أن موضوع الانتخابات وعضوية مجلس الشعب دي مسألة عايزة حد متفرغ عشان يدافع عن أهل الدائرة ومصالحهم شوف يا دكتور متفرغ ولا مش متفرغ الكلام دي إحنا ما نعرفوش مفيش حد في البلد كلتهم يعمل الكلام دي بأمانة وإخلاص غيرك أنت يا حج آسم أنا أشكرك وأشكر الجميع على الثقة الغالية دي بس أخشى لأن إنتوا عارفين طبعاً أن أنا عندي الجامعة وأبحاثي فيها وبعدين العيادة والعينين ودول واخدين كل وقت فأنا أخشى أن أديكم موافقة مثلاً دوقتي وبعدين أخزي لكم في آخر المشوار وحتى لو دخلت المجلس ممكن أتحول لنائم في مجلس الشعب بدل نائب في مجلس الشعب هنا أعرفينهم متأكدين أنك قد المسئولية يا دكتور وإن شاء الله حتكون أحسنها عضو مجلس الشعب شفيته الدائرة كلتهم وبعدين يا بابا يا حبيبي عضوية مجلس الشعب عمرها ما هتأثر لعلى أبحاثك ولا على العيادة ولا على التدريس في الجامعة كمان إيه الحكابش مهندس أنت معي ولا معاهم؟ أنا لا مع حضرتك ولا معهم أنا واحد من أبناء الدائرة اللي شايف مصلحة البلد طيب يا حضرة أحد أبناء الدائرة تقدر تقولي قدام الأعيان دول لو أنا في يوم مشغول في الجامعة في محاضرة مثلاً أو عندي حالة في المستشفى أو في العيادة وفي نفس الوقت عندي جلسة في البرلمان أعمل إيه أو أروح فين؟ يعني يا بابا شوية ترتيب وتنظيم كل حاجة هتمشي لا بقى ده أنا كده تأكدت إنك ضليع جداً في المؤامرة اللي هم عاملينها مؤامرة لصالح أهل الدائرة يا دكتور وبعدها ما يصحش الدكتور مصطفى حافيد الشيخ الشرقاوي يرفض طلب أهل الدائرة كلتهم مصممين عليه أيوة ومن ناحية الدعاية والمواوي الانتخابية أنت ملكش دعوة خالص إيه؟ الفقرة والغلابي وأبناء السبيل كله حيهدف ويقول بالروح بالدم نفديك يا دكتور بالروح بالدم نفديك يا شرقاوي أيوة البلد كلتها مجهزة ليوفط ومخلياهي وكلها يومين ثلاثة والعربيات هتطلع تلف في البلد وتعمل لك دعاية علي النعمة دعاية ما حصلت ولا هتحصل بعد كده وحتاخد أصوات ما حدش خدها قبل كده أبداً كلام إيه ده يا حج عاسي؟ هو الدكتور مصطفى محتاج يوفط ولا مكرا فونط؟ طب خلي الناس بس تاخد خبر إن الدكتور مصطفى داخل الانتخابات وهتلاقي الخل وقفين طوابير قدام اللجان بيدوا أصواتهم للدكتور مصطفى أيوة وأني بالنسبة الملامس والعذب والكفور اللي حواليه كل الناس هتدي أصواتها للدكتور مصطفى حتى اللي مكانش بيدوا صوته قبل كده حييجي ويسيب شغله ويددي صوته للدكتور مصطفى أقول لك حاجة الميتين اعتبروا إنهم هيدوك صوتهم شل شلمون وضواحيه سندقها كلتها مفيس صوت هيتحط فيها غل الدكتور مصطفى والعزيزية أنت عارف أصواتها إن شاء الله مضمونة كلها ليه؟ وأهل من يا الأمح شباب وعمال وموظفين وطجار كلهم هيتدوك أصواتهم يا دكتور مصطفى وعلى فكرة دكتور مصطفى أنا جاي مع الجماعة بحكم منصبي كأمين عامل حزب في مينيا الجمح وبيبلغك نيابة عن الحزب إن الحزب يشرفه انضمامك ليه ويدخلك لانتخابات تحت ريته وطبعا إنت عارف الحالة دي إن الحزب هيدعمك الدعم الكامل أنا طبعا أمام هذا الإجماع لأأملك إلا إني أستأذنكم تديني فرصة للتفكر في الأمر بس علشان أنا أخشى إن أنا مكنش أدي الثقة الغالية اللي إنتوا عطانها فيا عشان أدخل مجلس الشعب نيابة عن الدايرة كل اللي بطلبه أسبوع واحد زي النهاردة أدي كرة دي